قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جونبلاط إن رئيس الجمهورية ميشيل عون يحاول أن يلقي بالمسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرض عليها مستخدماً كل الوسائل على حد تعبيره ودع جونبلاط في تغريدة على تويتر إلى تحرك الهادئ السلمي ضد من خربوا كل شيء واستأثروا بكل شيء